عنوانان ايجابيان الغاء يؤدي الى عنوانين ايجابيين اولا لازم ليكن تسقيط انقد لتسقطني نقد هس يكون بناء يوم يكون بناء بس دير بالك لتجيب طاري ديني لتجيب طاري عقلي لا تتحدث في الشكل هذا مو زيان هذا الغاء التاسع لازم يلغى التسقيط والتفسيق لا تتحدث عن ايماني لا تتحدث عن اخلاصي انتش يخصك هذا مو شأنك اصلا وشلون تقدر تتحدث ان انا مخلص او مو مخلص ممكن تقول ان هذا التصرف فيه انطباع وعدم الاخلاص هذا موضوع شيء اخر ان تتهمني في عدم الاخلاص في عدم الدين هذا 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 جدا حساس احنا قلنا هل قد واسعة بس مولي هل حد بعد هذا هذا الشرط التاسع هذا جدا جدا حساس انقدني بما تريد من النقد بس لا تنال الجانب الايماني عندي الله تبارك وتعالى يدري على كل حال اللهم اطلع على النيات انت ما تتقدر تقدر من خلال تصرفاتي ايضا ما تقدر نعم نعم يجوز لك بلا حدود يجوز ان تدعي ان التصرف الكذائي هذا ينافي الاخلاص ما في مانع هذا ينافي الاخلاص حسب مثلا المعايير العقلائية ما في مانع انت قول انا اقول لك لا مو خلاف الاخلاص اتفاقا هذا لا ينافي الاخلاص مثلا اما انه تبت ان التصرف الكذائي يقينا نشأ من وازع من نية غير مخلصة هذا ما يشير